يسأل أخي الكريم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به أي من يفعل الشيء من يتكلم لكي يسمعه الناس ليس له غرض ليس له مقصد في إرضاء الله أنه يتكلم للشهر كي يشتهر فالله سبحانه وتعالى جعل جزاؤه من جنس العمل قال بعض العلماء يخبر الله ملائكته أن هذا الرجل يرأي أو الناس يتحدثون هو يقصد أن يسمع الناس بنفسه يريد أن يشهر نفسه فالناس يطعنون في عرضه من الباب المقابل من الباب المقابل ويقولون هذا الرجل يبتغي الشهرة ورية أو أن الله سبحانه يخبر ملائكته أن الرجل يريد تسميعا والله أعلم